عمدت حكومة محافظة صلاح الدين مع انتهاء ملف الإرهاب والنصر عليها إلى تحقيق منجز جديد من خلال إعادة العوائل النازحة إلى مناطقها المحررة وقد تكللت أجهود الدكتور أحمد عبدالله الجبوري بالنجاح الكبير وبما يعزز أسس تحقيق المصالحة المجتمعية الزميل أحمد صلاح الدين يضعنا في أجواء هذا الملف من خلال التقرير التالي ملف النازحين وتعزيز أركان السلم المجتمعي هي من أولويات الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين وعلى رأسها الدكتور المهندس عمار جبر خليل الذي شدد بدوره على وجوب إنهاء ما تبقى من ملف النازحين وعودتهم إلى مناطقهم المحررة بعد إنهاء كافة الخدمات والمسلزمات اللوجستية المتعلقة بهذا الموضوع انسجاما مع إجراءات المصالحة المجتمعية التي تعيشها صلاح الدين اليوم وذلك بعد تحريرها من براثني داعش الإرهابي بسواعد قواتنا الأمنية بمختلف صنوفها مما ساعد على عودة الحياة الطبيعية إلى مختلف مناطق المحافظة الدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين أكد على أهمية الانفتاح على المواطنين وإشراكهم في الملف الأمني من خلال تعاونهم مع القوات الأمنية بهدف حماية وتعزيز اللحمة الوطنية وأواصر السلم المجتمعي مشددا في الوقت نفسه أن حكومة صلاح الدين تسعى وباستمرار لإعادة آخر نازح إلى داره وتوفير العيش الآمن لهم لما فيها من رسالة واضحة على التعايش السلمي وطي صفحة الإرهاب والوقوف صفا واحدا بوجه من يريد العبثة باستقرار المحافظة وأمنها ترجمة نانسي قنقر